السيدات والسادة مساء الخير من بين أهم الملفات التي حققت مصر فيها نجاحات كبيرة على الساحة الدولية في سنوات الأخيرة ملف علاقاتنا بالعالم شرقا وغربا هذا الملف الهام الذي أنجزت فيه الدولة المصرية عملا كبيرا كسرت من خلاله حالة طويلة من الجمود في علاقاتنا مع قوة دولية لها شأنها في العالم اليوم في حديثنا من مصر وقفة متأنية نحاول فيها أن نرصد كيف نجحت مصر في الانفتاح على العالم واستعادت دورها وحضورها الكبير إقليميا ودوليا فلأول مرة منذ عقود تحصد السياسة المصرية ثمار جهد شاق في دوائر كانت مهملة عقودا طويلة لتفتح الباب أخيرا أمام علاقات قوية ومبشرة مع القوى الجديدة الصاعدة في أقصى الشرق والغرب في حديثنا اليوم نصدف كاتبا سياسيا كبيرا يرأس أكبر صرح صحفي في مصر خبير بارز في العلاقات الدولية تخصص لسنوات في شؤون أسيا وشرق الأقصى والصين نسأله كيف طرقت مصر أبواب هذه الدول وكيف فتحت أفاقا جديدة في علاقاتنا الدولية كانت مغلقة لفترة طويلة عن مصر والعالم عن التحديات التي تواجه دور مصر المحوري إقليميا ودوليا حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم معي للحديث عن مصر وعلاقاتها بالقوة الصاعدة في الشرق وتوجهات السياسة المصرية نحو أسيا الكاتب الكبير والخبير البارز في الشؤون الأسيوية الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام واحد من أبرز كتاب ومحلل السياسة الخارجية في مصر يتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام العريقة ورئيس سابقا مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات يركز الدكتور فايز فرحات في دراساته وكتاباته على قضايا السياسات الإقليمية والصناعة السياسة الخارجية وكان قد حصل على الماجستير من جامعة القاهرة عن موضوع الإقليمية الجديدة في أسيا وعلى الدكتوراه عام 2013 عن موضوع الاحتلال وإعادة بناء الدولة دراسات مقارنة لخبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب الباردة بدأ فرحات مسيرته المهنية كباحة موهوب في مركز الدراسات الأسيوية التابع لكولية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ثم كباحة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وخلال عمله بالمركز تولى رئاسة برنامج الدراسات الأسيوية ثم مديرا لوحدة العلاقات الدولية ومديرا لتحرير التقرير الاستراتيجي العربي ثم رئاسة تحرير سلسلة كراسات استراتيجية وبعدها تولى رئاسة تحرير الموقع الإلكتروني للمركز بين عامي 2017 و2019 وإلى جانب عمله الأكاديمي تولى الدكتور فرحات منصب مدير عام مؤسسة الأهرام وعضوية مجلس إدارتها وفي أبريل 2024 أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة تعين الدكتور محمد فايس فرحات رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام ويهتم الكاتب السياسي البارس بوجه خاص بالقضايا الأسيوية خاصة الصين واليابان وكوريا الشمالية وافغانستان وبملفات الحزام والطريق وصراعات القوى الكبرى في أسيا والعلاقات الأمريكية الصينية وتفاعلات الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادف وللدكتور فرحات العديد من الكتب والمؤلفات منها الاحتلال وإعادة بناء الدولة حالات اليابان وأفغانستان والعراق في 2015 والحزام والطريق المباراة الكبرى في القرن الحادي والعشرين بالإضافة للعديد من الدراسات المهمة من أبرزها العلاقة بين الديمقراطية والتنمية حالة الفلبين والعلاقات الكورية الإسرائيلية والعلاقات العربية الباكستانية ونحو سياسة خليجية جديدة والصراع الأمريكي الصيني والأزمة النووية الكورية مستقبل سباق التسلح والتعاون الأمني والإسلام الأسيوي الميول التنموية مقابل توجهات الجهادية وخبرة الإسلاميين في حكم مصر الانكشاف الفكري والطنظيمي وللدكتور محمد فايز فرحات مقال ثابت في جريدة الأهرام كان قد نال عليه جائزة رفعة من نقابة الصحفيين لأحسن مقال سياسي دكتور محمد فايز فرحات أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا وسهلا بحضرتك وطبعا نحن نحتفي بحضرتك ونحتفي بجريدة الأهرام أيضا شكرا جدا من بداية التخرج اتجهت إلى الأهرام يعني إلى الصحافة لماذا؟ يعني في الحقيقة طبعا أي تجربة هي محصلة عوامل كثيرة بما فيها التجارب الشخصية أنا في الحقيقة طبعا كانت بداية الأولى داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد التخرج لأني استهواني العمل البحثي منذ اليوم الأول للتخرج وقبل التخرج ويعني كانت الصوري الأكبر بأستاذي عليه رحمة الله يعني الأستاذ دكتور محمد سيد سليم أيها عملت يعني في مركز للدراسات الأسيوية في هذا الوقت يعني من أواخر سنة 1995 عندما طرحت داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فكرة إنشاء مركز للدراسات الأسيوية واسندت يعني فكرة تأسيس هذا المركز لدكتور محمد سيد سليم ويعني بدأت معه منذ طرح الفكرة حتى يعني تأسيس المركز ثم انتقلت بعد ذلك يعني عملت اشتغلت في المركز حوالي سنة ونصف ثم بعدها انتقلت إلى يعني مؤسسة الأهرام ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فكان يعني كان هدفي واضح يعني منذ التخرج هو العمل في البحث العلمي يعني فبالتالي كان قدامي ما صارين إما العمل داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كمعيد لأن كانت فكرة العمل الأكاديمي برضو كانت يعني لها علاقة قوية بالبحث العلمي لكن لم أوفق يعني في التعيين كمعيد في الكلية وبالتالي كان البديل الآخر هو يعني أننا حاول أن تمي إلى أهم مركز بحثي في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وهو مؤسسة الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية طيب يعني حضرتك بتكتب فيه السياسة ككاتب وأنت الآن أيضا تتولى منصب إداري نعم وهو رئيس مجلس إدارة الأهرام كيف يمكن أن توفق بين الاثنين يعني طبعا أنا اشتغلت كباحث في المركز فترة طويلة يعني من أول التحاق بالمركز في فبراير سنة 1996 ثم في عام 2014 يعني عملت كمدير عاملي المؤسسة الأهرام وبعدها عدت مرة أخرى في سبتمبر عام 2016 إلى العمل كخبير في المركز مرة أخرى ثم مدير للمركز في سنة 2020 ثم يعني في أبريل الماضي كرئيس المجلس إدارة مؤسسة الأهرام وده طبعا واحدة من السمات المهمة جدا داخل مؤسسة الأهرام هي فكرة سهولة الحراق ما بين العمل الإداري والعمل التحريري الصحفي بالضبط يعني طبعا شرفت بأن أنا أكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتكليف من الهيئة الوطنية للصحافة لكن ده في رأيي مفيش تناقض يعني كبير هو كل شخص أو كل زميل يعني داخل مؤسسة الأهرام بيشرف وبيطمح دايما أنه هو يتولى أو يكون جزء من إدارة المؤسسة طبعا الأهرام لا توجد قيود يعني داخل المؤسسة في هذا أمام هذه الطموح المشروع لأي زميل يعني حضرتك اتجهت إلى أسيا على سبيل التحديد ومعظم كتاباتك ودراساتك عن أسيا بالتحديد يعني كيف جاء أيضا هذا الاختيار ده جاء برضو يعني زي ما قلت لحدك قبل كده هو تأثر بأستاذي دكتور محمد سيد سليم هو كان متخصص في الدراسات في العلاقات الدولية بشكل عام وكان متخصص يعني بشكل مباشر في الدراسات الأوروبية لكن عندما أسند إليه يعني إنشاء مركز الدراسات الأسيوية كنت يعني عملت معه في المركز وبالتالي جاء هو كان مؤمن ببناء جيل متخصص في الدراسات الأسيوية اللي قنعته في هذا التوقيت وقنعت كلية الاقتصاد أنه القوى الأسيوية يعني ستكون رقما مهما في نظام العالمي وفي الاقتصاد العالمي كل ده كان في سنة يعني خمسة وتسعين لكن كان فيه تقديرات مبكرة ودراسات بتتحدث عن القرن الأسيوي أنه القرن القادم أو التالي هو قرن القوى الأسيوية كان فيه تقديرات عديدة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي أيضا أن القوى الأسيوية ستكون رقم مهما يعني وصدقت هذه التحليلات أو التالي صحيح فكانت أسوري يعني بالاتجاه إلى الدراسات الأسيوية هو يعني أستاذي برضو دكتور محمد سيد سليم هو تحول يعني خلال سنوات يعني قليلة إلى أستاذ يعني كبير وكان له إسهامات يعني ضخمة فيما تعلق بأدراسات الأسيوية فالفضل يعود مرة أخرى إلى أستاذي دكتور محمد سيد سليم في هذا المجال في الأهرام هناك هذا القسم اللي حدريك تتكلم عنه عن الدراسات الأسيوية هناك أقسام أخرى عن مناطق أخرى في العالم طبعا ده يعتمد على طبيعة كل إدارة يعني مثلا هناك طبعا مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هو مركز بحثي كبير معني بالدراسات العلمية فبالتالي حق للدراسات الأسيوية هو جزء من الدراسات الدولية في أقسام طبعا مختلفة أنا تربيت داخل يعني أو نشأت بحثيا داخل المركز كباحث في وحدة العلاقات الدولية وكانت خصوصي في هذا التوقيت كما بدأت في الماجستير كانت عن الدراسات الأسيوية عن تجربة عن ظاهرة الإقليمية الجديدة في أسيا ثم الدكتوراه أيضا حول خبرات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال وكان تركيز الأساسي على نموذج الاحتلال الأمريكي ليابان بعد الحرب العالمية الثانية فبالتالي التركيز هنا على الدراسات الأسيوية واللي بدأتها داخل المركز هو من داخل وحدة العلاقات الدولية لكن طبعا الاهتمام بالدراسات الأسيوية لم يعود مقصورة على وحدة بعينها وحدة العلاقات الدولية لكن أصبح كل الوحدات تقريبا أو كل التخصصات مضطرة في رأيي بحسيا وعلميا أنها تتعامل مع الدراسات الأسيوية سواء فيما تعلق العلاقات الدولية أو أين تذهب؟ يعني من يستفيد منها؟ اللي يستفيد منها بالأساس طبعا ما يخرج من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هو له جمهور يعني مستويات مختلفة من الجمهور في الجمهور العام المباشر وده طبعا من خلال المقالات التحليلية أو مقالات الرأي المرتبطة بالقضايا الأسيوية لكن أيضا الجمهور الأكاديمية أو الجماعة الأكاديمية في مصر وفي المنطقة العربية لأنه طبعا النشر لم يعد مقصور على النشر المطبوع فقط لكن كمان أيضا النشر الإلكتروني إدى فرصة كبيرة للنفاذ إلى جماعات بحسية في مختلف المناطق سواء في المنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية أو حتى خارج المنطقة العربية من النطقين أو من يجيدوا قراءة اللغة العربية أو الإنجليزية في حالة الكتابات باللغة الإنجليزية فبالتالي نحن لدينا يعني شرائح أو مستويات مختلفة من المهتمين بتستهدفهم هذه الدراسات يعني نتائج هذه الدراسة جزء كبير منها طبعا بينشر في جريدة الأهرام أو في ملحقات جريدة الأهرام لكن هل تستفيد بها الدولة المصرية بشكل خاص؟ بالتأكيد طبعا بالتأكيد يعني لأنه الأشكال التعاون أو التفاعل يعني موجودة يعني طبعا فيه وبرجع تاني لتجربة مركز الأهرام أنه فيه ورش العمل أو فيه يمكن أن يدعي إليها مسؤولين تنفيذيين ومفهوم صنع القرار أو مفهوم الدولة هنا لا ينصرف إلى القيادات العليا بالضرورة لكن هذا ينصرف مفهوم صنع القرار هنا هو مفهوم واسع ينصرف إلى أيضا المسؤولين التنفيذيين إلى المستويات المختلفة داخل حتى داخل كل المؤسسات المعنية بالتحديات أو بالمشكلات يعني بيطلب منكم بشكل خاص مثلا دراسة معينة عن منطقة معينة عن دولة معينة؟ يعني طبعا فيه أشكال مختلفة ربما يأتي المبادرة من داخل المؤسسة يعني من داخل الكيانات المختلفة داخل المؤسسة بين فيها أو على رأسها مركز الأحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ربما يأتي بمبادرة منه مثلا أنه فيه تحول أو فيه ظاهرة أو فيه أزمة أو فيه مشكلة في المنطقة أو في العالم تهم صنع القرار المصري أو تهم لها علاقة بالمصالح المصرية في الحالة دي ممكن أن تأتي المبادرة من المجموعة البحثية المتخصصة لكن ربما يمكن أن تأتي أيضا من الخارج بمعنى أن يكون هناك طلب من جانب صنع القرار بعمل دراسة أو يعني تقدير موقف وده طبعا كان موجود في مراحل وده شيئ هامل حقيقة جدا صحيح طبعا لأنه وده كان موجود في مراحل مختلفة كان هناك يعني كان فيه نموذج أو مثال بارس في هذا الإطار يعني أثناء حرب تحرير الكويت يعني كانت أزمة كبيرة كان مركز الأهرام لعب فيها دور كبير في مسألة تقديم سيناريوها أو تقديم تقديرات موقف بشكل مستمر حول تطورات الحرب موضوع تحرير الكويت الحقيقة هو طبعا مر عليه سنوات طويلة لكن مثلا في السنوات الأخيرة العشر سنوات الأخيرة يعني ما هو ناتج دراساتكم عن هذه المنطقة يعني اسمحي لي برضو دائما بملة المفهوم الواسع للتأثير أو مفهوم الواسع للاستفادة من الدراسات يعني على سبيل المثال في مجال دراسات الإرهاب والتطرف لدى المركز من داخل مؤسسة الأهرام يعني قرث كبير فيما يتعلق به دراسات الإرهاب والتطرف وخريطة التنظيمات الإرهابية المركز كان لي السبق في أنه يضع هذه الخرائط ويتابع التحولات الفكرية والتنظيمية للجماعات الإرهابية وهناك يعني حتى الآن نفس الأمر يعني ده كان موجود حتى خاصة في موجة الإرهاب اللي كانت في يعني في التمانينات والتسعينات وما قبل ذلك لكن أيضا هذه المساهمة مزالت مستمرة ومن يزور موقع يعني مركز الأهرام للدراسات سياسية والسرطيجية سيجد إصدارات إلكترونية متخصصة في مجال الإرهاب والتطرف وسيجد أيضا استكمال لهذا الإرث أو لهذا الإنتاج الكبير فبالتالي ده بيقدم معارف أولا يقدم معارف مؤصلة أو معارف يعني رصينة حول هذه الظاهرة وتطور تنظيمات الإرهاب والتطرف ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط لكن في العالم فهم هذه الظواهر بشكل علمي وبشكل يعني منهجي مهم جدا مفيد جدا سواء للقارئ العادي أو فيما يتعلق بالقارئ أو الباحث المتخصص أو الجماعات البحثية المتخصصة المعنية بهذه الظاهرة أو أيضا صنع القارئ وبالنسبة للدول أيضا لأنه كمان هذه الإسهامات سواء يعني خاصة سواء في شكل كتب أو شكل دراسات علمية هي موجودة أيضا في المكتبات العلمية الأخرى كجزء من المساهمة في هذا الحق المعرفي المهم وبالتأكيد بيتم الرجوع إليها سواء من جانب الأكاديميين أو من جانب التنفيذين دكتور حضرتك مهتم بشكل خاص بمنطقة آسيا يعني كيف ترى مثلا العلاقات المصرية الآسيوية الآن بأبرز الدول الآسيوية؟ يعني من سنة 2014 يعني هناك تحولات مهمة في السياسة الخارجية المصرية واستحداث دوائر مهمة في السياسة الخارجية يعني تقلديا كان دوائر الاهتمام الرئيسية كانت به الدوائر الأساسية سواء القرى الأفريقية أو المنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي أو الدائرة الأوروبية أو العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن بصرف النظر عن الوزن النسبي لهذه الدوائر لكن في المجمل هي شكلت الدوائر الرئيسية لكن معادة ذلك كان اهتمام ضعيف يعني علاقات مصر أو اهتمامها بعلاقاتها مع القوى الأسيوية كان اهتمام محدود وده كان مسألة طبيعية أو متوقعة لأن حجم تأثير والوزن النسبي لهذه القوى في النظام الدولي وفي الاقتصاد العالمي كان محدود نسبيا طبعا عندما اختلف الحال لكن عندما حدث تحولات عميقة في الأوزان النسبية للقوى الأسيوية يعني مثلا على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي والأمني طبعا بدأت السياسة الخارجية تتجه إلى الاهتمام بهذه المناطق وعلى رأسها من؟ الصين طبعا الصين الهند كوريا الجنوبية اليابان دول جنوب شرق أسيا بالإضافة إلى علاقتنا مع روسيا لكن اللي عاوز أقوله أنه كان من الممكن أن لا نهتم بهذه المنطقة لأنه مصالحنا الأساسية مازالت متركزة في المنطقة العربية لأسباب تتعلق بعلاقتنا بالمحيط العربي وأسباب تتعلق أيضا بطبيعة التهديدات التي ما زالت تنشأ من الإقليم يعني هذا اهتمام إقليمي محدود لكن يحسب لصانع القرار بدءا من عام 2014 حتى الآن هو قراءة دقيقة للتحولات التي تجري في النظام الدولي وبالتالي بدأ الانفتاح على الشرق الانفتاح على القوى الأسيوية بشكل عام ومع قوى محددة تمثل فرص بالنسبة لمصر فرص بالمعنى الاقتصادي والتنموي والتجاري وأيضا بالمعنى السياسي وبالتالي ده تحت هذا التوجه يمكن أن نفهم علاقتنا التي تطورت بشكل جيد جدا مع قوى مثل الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية ويحسب أيضا لصانع القرار أنه بدأ عملية انفتاح مع قوى أسيوية قد تبدو أنها قوى غير مؤثرة أو غير كبيرة لكن لديها تجارب تنموية مهمة زي بيتنام، زي الفلبين، زي سنغفورة كل هذه الدول لم يعرف علاقات قوية لمصر معها في مراحل سابقة لكن بالإضافة إلى العلاقات مع الدول أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه هناك اهتمام ونجاح كبير للدولة المصرية في بناء علاقات مع مؤسسات مهمة محسوبة أيضا على القوى الأسيوية يعني مجموعة العشرين على سبيل المثال التي تأسست في سنة 1999 بمبادرة من مجموعة السبع الصناعية التي هي فيها الدول الصناعية الرئيسية في العالم والجزء الأكبر منها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والقوى وأوروبية لكن مع ذلك أن مجموعة العشرين تحولت إلى أنها أصبحت رقم مهم في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة العالمية وأصبحت الصين رقم مهم في هذه المجموعة يحسب أيضا أنه صانع القرار انفتح على هذه المجموعة ودعية مصر للمشاركة في ابتماعاتها أكثر من مرة وده في رأيي لم يكن ليتحقق لو لأولا طراءة دقيقة من جانب صانع القرار لعزية التحولات المهمة ووزن هذه المجموعة وعلاقة أيضا مع الصين لأن الصين أصبحت فاعل مهم داخل مجموعة العشرين بالإضافة لده مجموعة أيضا البنك الأسيوي اللي استثمار في البنية التحتية أصبح بنك دولي مهم ومتعدد الأطراف مصر عضو مؤسس في هذا البنك بنك التنمية الجديد مجموعة بريكس كل هذه المؤسسات هي مؤسسات جديدة أصبحت بتقوم بدور مؤسر ودور كبير في النظام العالمي على المستوى الالتصالي وبالتالي كان هناك حرص مصري على الانفتاح على هذه المجموعات وهذه المؤسسات كجزء من في رأيي أنه يضمن لمصر أن تكون جزء من عملية التحول في بنية النظام الدولي فبالتالي إذا افترضنا أنه هناك تحول من مؤسسات بريتن وودز التقليدية مجموعة السبع الصناعية البنك الدولي صدوق النقد الدولي إلى دور متنامي لمجموعات اقتصادية ومالية جديدة في النظام العالمي وبالتالي عندما تكون مصر جزء من هذه المؤسسات هذا بيضمن أن مصر جزء من عملية التحول لكن في نفس الوقت يحسب أيضا للدولة المصرية أنها تدير كل هذا في إطار غير صراعي بمعنى أنه هذا لم يأتي على حساب علاقاتنا مع القوى التقليدية أو القوى الرئيسية حتى الآن في النظام الدولي الولايات المتحدة الأمريكية القوى الأوروبية في نفس الوقت الذي نتجه إلى بناء علاقات قوية ومتوازنة مع القوى الجديدة أو المؤسسات الجديدة بل تتعمق علاقتنا مع القوى الأخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية مع القوى الأوروبية يعني شهدنا خلال هذا العام كان هناك مناسبات حضور قوى أوروبية وقيادات لمؤسسات مالية كبيرة والاتحاد الأوروبي نفسه المؤتمر الأخير الذي عقد حول السسمار الأوروبي في مصر كل هذا يشير بالإضافة إلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية كل هذا يشير إلى أولا نجاح الدبلوموسية المصرية في الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع لم يفهم انفتاح مصر على القوى الأسوية باعتبار أنه يعني اتجاهها أو إدارة ظهر للقوى الرئيسية حتى الآن في نظام الدولي الولايات المتحدة الأمريكية أو مؤسسات بريتن ووز علاقاتنا مع صندوق النقد الدولي علاقات يعني قوية ونستفيد من الجميع هذا في رأيي جزء من عبقرية صانع القرار وعبقرية الدولة المصرية وكل هذا محكوم أولا بالحفاظ على المصالح المصرية إدارة علاقات متوازنة وتعزيز أيضا الاستفادة من العالم الخارجي لخدمة المشروع التنموي أو عملية التنمية في الداخل طيب هو يعني طبعا انفتاح مصر على دول العالم شرقا وغربا ده شيء مهم جدا وأعتقد أنه بديهي يعني لا يمثل اعتداء على حقوق الآخرين أو على صدقتنا مع الآخرين أو على علاقاتنا مع الآخرين طب ماذا عن الدول الآسيوية الصغيرة مثلا زي كازاخستان توجاكستان هذه الدول يعني اسمحيلي برضو يعني مسألة إنها مسألة طبيعية ليست بالضرورة بعض الدول بعض الدول بنت علاقاتها مع العالم الخارجي بشكل فيه فيه نوع من الانحياز بعض الدول يعني قررت في لحظة ما في هذه المرحلة في تطور النظام العالمي يعني قررت أن يعني تحجم علاقاتها مع الغرب وبعد أن كانت لها علاقات قوية مع الغرب وتتجه إلى بناء علاقات مع القوى مثل أي مثل أي يعني دولة زي باكستان يعني لها علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان لها علاقات قوية مع يعني خاصة بعد أحداث يعني السبتمبر 2001 كان هناك مراهنة باكستانية على أنها تستفيد من علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه التطورات الدولية لكن طبعا نتيجة تقييم لعلاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القوى الغربية اتجهوا إلى بناء علاقات أقوى مع دول الأسيوية ومنها الصين طبعا كل دولة لها الحق المطلق في إجراء حساباتها الاستراتيجية ويعني تحديد أنماط ارتباطاتها مع العالم ومع القوى الدولية لكن يحسب يعني يعني انطلاقا من هذا المثال يعني يحسب لصانع القرار أن يحقق مصالح في علاقاته مع كل القوى التي تبدو أنها متنقبة في الوقت اللي فيه علاقات يعني المصار لعلاقات الأمريكية الصينية يتجه إلى يعني مزيد من التوتر ويعني غلبة الطابع الصراعي أو على الأقل المنافسة الاستراتيجية في هذه المرحلة لكن يحسب لصانع القرار المصري طبعا أنه يدير علاقاته بشكل متوازن مع الجميع بل يحقق مصالح مع الجميع طب هزعر علاقاتنا السياسية أنا بسأل حضرتك عن علاقاتنا الاقتصادية بدول آسيا طبعا فيه فيه مكاسب كبيرة يعني تحققت لكن في رأيي مازال هناك فرص أكبر يعني حجم الاستثمارات الأسيوية مثلا مازال يأتي في ترتيب تالي لحجم الاستثمارات الأوروبية والأمريكية والعربية وده مش راجع إلى تقصير من جانب صانع القرار أو الدولة المصرية البعض ربما يحمل ده لمناخ الاستثمار في مصر أو قصور في الجهاز الإداري للدولة لاستفادة من القدرات المالية والاستثمارية للقوى الأسيوية في الحقيقة مش ده التفسير الأدق التفسير الأدق أنه في العالم أو في المنطقة في الأقاليم الأسيوية بشكل عام فيه اتجاه إلى بنسميه أو بيسموه يعني أدبيات التجارة بنسميه أقلمة التجارة والاستثمار بمعنى أنه حركة التجارة الخارجية وتدفقات أو حركة الاستثمارات الخارجة من الدول الأسيوية تتجه إلى التركز في الإقليم ما بتخرجش خارج الإقليم لو رجعنا للأرقام بتاعة حجم الاستثمار أو تدفقات الاستثمار الخارجي لدول أسيا كوريا الجنوبية واليابان والصين ودول جنوب شرق أسيا أستراليا هنلاقيها بتتجه إلى التركز في الأقاليم الأسيوية وده راجع لأمور يعني كثيرة مفهومة أيضا لأنه هذه الدول بنت تجارب تجربة فريدة فيما تعلق بتحرير التجارة والاستثمار وفيما تعلق بتجربة التكامل أنها كانت بتستفيد من قدرتها الذاتية وأنه عملية النشأ حال التكامل طوعي يعني بين هذه الاقتصادات هنلاقي العلاقات مثلا التجربة التنمية في ماليزيا ارتبطت باليابان هنلاقي تجارب دول في جنوب شرق أسيا ارتبطت بعلاقتها البينية داخل الأسيان هنلاقي دول جنوب المحيط الهادي ارتبطت بأستراليا وهكذا دول جنوب أسيا ارتبطت بالهند فبالتالي حركة التجارة وحركة الاستثمار ارتبطت أو تركزت اتجهت إلى التركز في الإقليم فبالتالي الجزء اللي بيرجع بيخرج من الاستثمارات من هذه الدول إلى الخارج الأقاليم الأسيوية محدود فبالتالي ده بيكون النتيجة أنه حجم أو مساهمة أو يعني نصيب الاقتصاد المصري من حركة الاستثمارات طبعا بيأتي محدود بالمقارنة لو قرناها بحركة أو تدفق الاستثمارات الأجنبية الخارجة من الدول الأسيوية لأنها بتنيل إلى التركز في نفس الإقليم دكتور مع هذا التطور وهذا التقدم وهذا الانفتاح على هذه المنطقة الأسيوية حضرتك خبير اقتصادي لو بقول أن مصر كيف نستفيد منهم وكيف نتعاون معهم وماذا نتعلم منهم أيضا يعني إحنا على الطريق الصحيح في علاقاتنا مع هذه الدول التغير في قرارات التجارة والاستثمار لدى القوى الأسيوية بيبقى بطيئ وما يتجهوش إلى دفع قرارات يعني أو حجم الاستثمارات أو التجارة خارج الإقليم المباشر إلا بناء على يعني فترات زمنية معقولة يصدق ده طبعا على كل دي استقافة الأسيوية بشكل عام هي لا تميل إلى التغيير السريع أو التغيير المفاجئ لكن نحن على الطريق الصحيح يعني بناء عليه وهناك مؤشرات كثيرة بناء عليه نحن لا ننتظر مثلا في مصر الآن مع هذه العلاقات الوثيقة جدا مع الجانب الأسيوية أن يكون هناك استثمارات أسيوية على الأراضي المصرية لا الأرقام بيحدث تحسن ويعني رغم كل رغم ظاهرة أقلامة التجارة والاستثمار وتركزها في الأقاليم الأسيوية هذا لا يعني أنه أن مصر قبلت بهذا الوضع لكن هي زمع أو ظاهرة لكن في نفس الوقت فيه إجراءات ضخمة تقوم بها الدولة المصرية لتأمين أو لزيادة حصتها من الاستثمارات الأسيوية والتجارة الأسيوية يعني على سبيل المثال التفاعل المصري الإيجابي والسريع مع مبادرة الحزام والطريق الصينية الاستفادة من الوفرات المالية الضخمة للصين والمبادرة أولا في التطوير منطقة غرب قناة السويس هو جزء من التأقلم مع الإمكانات التي تتحها المبادرة الحزام والطريق أيضا تطوير الموانئ المصرية انضمام مصر كعضو مؤسس في البنك الأسيو في البنية التحتية لأنه ده يمثل الزراع المالية للحزام والطريق الاندماج في مجموعة البريكس وفي بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة كل هذه يعني نقدر نصف كل هذه الإجراءات بأنها تأمين أو بناء للبنية المؤسسية أو البنية يعني البنية المؤسسية في علاقاتنا مع القوى الأسيوية نحن نستحدث أطر جديدة بالمقارنة بالأطر التقليدية اللي كانت موجودة في الستينات أو في القمسينات كانت حركة عدم الانحياز هي الإطار الرئيسي اللي بنظم علاقاتنا مع بعض القوى الأسيوية لكن الآن طبعا حركة عدم الانحياز تراجعت لأسباب كثيرة لكن الآن نحن نطور ونبني أطر جديدة لبناء وتطوير علاقاتنا مع كل القوى الأسيوية وهذا طبعا سيلعب دور كبير في تغيير طبيعة علاقاتنا مع الاقتصادات الأسيوية وتعزيز فرص الاستفادة من إمكانات نارجو هذا طبعا للحوار بقية فاصل قصير نعود بعده لنستكمل هذا الحوار مع الكاتب الكبير الدكتور محمد فيي صراحات حول شراكات مصر الجديدة في أسيا وتأثير الصراع الصيني الأمريكي على المنطقة دكتور حضرتك يعني لك دراسات متعددة لأجزاء كثيرة من العالم لكن عندك دراسة عن إصراع الصيني الأمريكي يعني إلى أين وصل يعني لو رجعنا للتوصفات التي استخدمها للطرفين الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين هم يصفوا هذه المرحلة بأنها مرحلة التنافس الاستراتيجي بمعنى أنه التنافس أمر منطقي وأمر يعني ظاهرة معروفة في العلاقات الدولية لكن حرصهم على استخدام أو بهذا التوصيف والوقوف عند هذا المستوى التنافس الاستراتيجي أمر طبعا يعني في رأيي هدفه الأساسي هو أنه كلاهم يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين كل منهما لم يقرر بعد أنه مستعد للدخول في مرحلة الصدام وطبعا أقصد الصدام العسكري أو الصراع الكبير لأنه كل طرف يدرك بالتأكيد قوة الأخر وقوة الأخر أيضا تكليف هذا الصدام ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية لكن الصين أيضا الصين مازال تكيفها أو توصفها لمرحلة الصعود الصيني هو أنها مازالت قوة قوة دولة نمية مازال إدركهم طبعا أنه مازال لديهم مشكلات كبيرة جدا لم تحسم هناك مشاكل داخلية تتعلق بالفجوة في معدلات التنمية ما بين الأقاليم الساحلية في الشرق وأقاليم الوسط والغرب والجنوب لديهم مشكلات طبعا تعدد عرقي وديني ولغوي ضخم جدا هناك تطابق في خطوط الانقسام أو التمايز ما بين القوميات ومعدلات الدخول هم لديهم تكيف أو توصيف دقيق لطبيعة المشكلات هناك أيضا في مواجهة هذه المشكلات في الصين هل استطاعت الصين أنها تستوعبها أم لا يعني في رأيي حتى الآن طبعا تستوعبها استوعبتها أولا طوال العقود السابقة منذ أن بدأت عملية التنمية في نهاية عقد السبعينات لأنه لم تحدث أي مشاكل كبيرة داخل الصين لم نسمع عن صراعات عرقية أو دينية أو صراعات يعني بين الأقاليم المتقدمة نسبيا والأقاليم غير المتقدمة رغم كل هذه الأزمات لم نسمع عن هذه الصراعات والبالي كان نجاح في حد ذاته الحالة طبعا نجاح كبير لكن النجاح الأهم أنها بدأت تتعامل مع هذه المشكلات يعني بدأت تسرع عملية التنمية في الأقاليم الأخرى في الوسط وفي الغرب وواحد من أهداف مبادرة الحزام والطريق هو توفير أسس عملية النمو الاقتصادي والتنمية في الأقاليم الداخلية أيضا نجحت فيما تعلق بزيادة في نشر عملية التنمية أدى إلى خروج ملايين من تحت مستوى يعني الفقر الفقر إلى الطبقة الوسطى واحد من مشكلات الآن في الصين هو أن الطبقة الوسطى اتسح حجمها بشكل كبير أصبح عبء على عملية التنمية بمعنى أنه أنماط على سبيل المثال أنماط التغذية أو أنماط استهلاك أنماط الاستهلاك تغيرت بشكل كبير لم يعد يعني هذه الطبقات لم يعني أصبح من يعني أصبح لديها طموحات وتطلعات فيه أن تكون جزء من العالم بمعنى أنه أنماط استهلاكها تميل أو تتجه إلى الطابع الترفي إلى الاعتماد على يعني سلع يعني يتم توفيرها من خلال من الاستيراء من الخارج فبالتالي ده أصبح عبء يعني النمو الكبير في حجم الطبقة الوسطى أصبح يمثل مشكلة لأنه يعني تابعه تغير كبير في أنماط الاستهلاك وأنماط الغذائية إلى آخره فبالتالي ده خلق ضغط على الاقتصاد الصيني وأنه أصبح يعتمد على تأمين حاجاته من الخارج وده جزء من اللي وفر للولايات المتحدة الأمريكية أنها تمارس ضغوط على الصين لأنها بدأت تتحكم في سلع مهمة بتعتمد عليها أو بيستهلكها الطبقة الوسطى في الصين مثل أيه؟ زي اللحوم على سبيل المثال الفول فول الصوية ونفس الأمر فيما تعلق باستراليا الصين كان بتستورد من أستراليا يعني سلع عديدة بالأساس هي جزء من طلب الطبقة الوسطى داخل الصين فلكن في نفس الوقت الدولة الصينية تتعامل مع هذه المشكلات في رأيي بخطط يعني ممنهجة ومدروسة وبالتالي ليس من مصلحتهم يعني الدخول في صدام مبكر أو صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يدرك أن الصدام حتمي أو الصدام لا مفر منه وحسب بعض نظريات العلاقات الدولية هي بتؤمن بهذا أو بتؤكد يعني بمقولاتها بتقول أن عند لحظة معينة سيحدث الصدام من بين القوى المهمين على النظام الدولي والولايات المتحدة الأمريكية حاليا والقوى الصاعدة هم لديهم يعني تحليل ورجعوا إلى وعلى رأسها الصين طبعا هي الصين هي المصنفة القوى الصاعدة الرئيسية في النظام الدولي في هذه المرحلة القوى الأوروبية طبعا هي معظمها يعني أو جزء منها حسم قضية الصعود أو قضية التنمية وليست في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليابان رغم أن اليابان أصبح لها وزن مهم في النظام الدولي لكن هي في علاقة يعني استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية فإحنا النظريات لعلاقات الدولية اللي هي المعنية بشكل التحول أو كيف يحدث التحول في النظام الدولي بترجع أو بتصنف بتهتم في هذه الحالة بالقوى الصاعدة التي لها توجهات أو تناقض في المصالح مع القوى المهيمة البعض ويقول دلوقتي يا دكتور أنه مثلا روسيا منشاغلة بحرب أوكرانيا أمريكا هناك طبعا مسائل بتشغلها خاصة مع تجدد الرئاسة الأمريكية وأنه الحظة الآن في جانب آخر هو جانب الصين على سبيل التحديد طبعا ده تحليل يعني دقيق إلى حد ما يعني صحيح أن روسيا منشاغلة بحرب في أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية منشاغلة في المدى القصير بالرئاسة الأمريكية انتخابات لكن طبعا دي كلها في رأيي تحليلات على المدى القصير أولا طبعا مسألة حسم الانتخابات يعني دي لحظة وستنتهي وسيكون هناك إدارة جديدة وربما في حالة وصول ترامب أو في حالة يعني بقاء إدارة بايدن هذا لن يغير كثيرا في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين لأنه أصبح الموقف من الصين عابر للأحزاب داخل الولايات المتحدة الأمريكية سواء الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري يعني كلاهما ينطلق من أنه الصين أصبحت هي المنافس الاستراتيجي وقد تتحول إلى عدو للولايات المتحدة الأمريكية نفس الأمر فيما يتعلق بروسيا رغم انشغالها بالحرب في أوكرانيا لكن الجميع في نفس الوقت بيعيد هندسة مسارح دولية مهمة ويعيد بناء توازنات استراتيجية يعني الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت إلى بناء وتعميق علاقتها مع حلف الناتو في أوروبا اتجهت مع حلف الناتو إلى إعادة تعريف دور ووظيفة الحلف ومجالات عمل الحلف اتجه الحلف إلى منطقة الاندو باسافيك في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى بناء تحالفات في منطقة المحيطين الهادئ والهندي الحوار الأمن الرباعي التحالف أوكس مع أستراليا والمملكة المتحدة تعميق علاقاتها التحالف مع اليابان كوريا الجنوبية الحفاظ أو تطوير علاقاتها العسكرية مع طيوان والأحوال الجولية هي قابلة للتغير في أي وقت حتى روسيا والصين يتجه أيضا إلى تعميق علاقاتهم وشاركاتهم الاستراتيجية ويصفوا هذه العلاقات بأنها شراكة بلا حدود طبعا هذا مصطلح غامض إلى حد ما غير مفهوم بالمعنى للدقيق لكن السابت لو رجعنا هنلاقي فيه تدريبات ومنورات عسكرية مشتركة بين البلدين كوريا الشمالية تتجه إلى تقديم نفسها باعتبار أنها حليف للبلدين فبالتالي بعيدا عن التحولات قصيرة المدى لكن الاتجاه العام أن هناك تحولات استراتيجية كبيرة تجري على قمة نظام الدولي طبعا أنا عايزة أسأل حضرتك عن منطقة أخرى ولها علاقات طبعا قوية جدا معنا وهي الولايات المتحدة الأمريكية طبعا علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية ومازالت توصف بأنها علاقات استراتيجية ليس من جانب المصر فقط لكن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هناك إدراك أمريكي ثابت سواء مع الإدراك الجمهورية أو الديمقراطية هناك إدراك لا يتغير بوزن مصر في رأيي ليس فقط داخل منطقة الشرق الأوسط أو القرى الأفريقية لكن هناك إدراك أمريكي أيضا بأن مصر تمثل اقتصادا ناشئا وسيتحول قريبا إلى أن مصر تكون واحدة من القوى الاقتصادية المهمة في النظام العالمي طيب دكتور هنعود تاني للأهرام وسأل حضرتك المقالات التي تكتب في الأهرام مقالات سياسية بشكل خاص والتحليلات التي تكتب علاقة الجمهور العام بها إيه حاليا؟ مع طبعا التراجع في توزيع صحيح ليس تراجع يعني أنا قبل ما أتولى يعني مسئولية رئاسة مجلس إدارة الأهرام ربما كان لدي انطباعات خاطئة حول يعني تراجع الحجم التوزيع لكن في الحياة لما اطلعت على الأرقام الأهرام مازالت قوية ويعني حجم التوزيع يعني مازال كبير ومستقر يعني على مدار الإسبوع بالإضافة إلى العدد الإسبوعي طبعا حجم التوزيع وهو الأكبر يعني وأخصي طبعا عدد الأهرام في يوم الجمعة يعني ببساطة يا دكتوري الناس بتشتري جرائد بشكل مكسف حاليا؟ يعني الأرقام تقول هذا يعني رغم ما كان لدي من انطباع خطأ قبل أن أتولى المسئولية فده معناه له دلالات كثيرة له دلالات أن هناك فرصة كبيرة للقائمة ولدى الصحافة القومية في أن تقوم بدور كبير في عملية التنوير وفي عملية ترشيد الرأي العام ويعني أيضا أن هناك فرصة للتأثير والتأثير المقصود هنا هو ترشيد الجدال العام وترشيد النقاش وترشيد الرأي العام بشكل عام فيما يتعلق بقضايا يعني المطروحة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي والدفاع عن المصالح المصرية ولدي قناع أنه طالما أنه لدينا يعني مشروع فيه أو استحقاق كبير فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر وتنمية الوعي يعني سيظل لدينا حاجة كبيرة للصحافة وبما فيها طبعا الصحافة القومية وهذا قائم بالفعل بالإضافة لكل ده طبعا لا يجب أن يعني ننسى أنه هناك بعض التحديات طبعا بتواجه للصحافة كمهنة وكصناعة لكن في نفس الوقت هناك عملية تأقلم أيضا تجري من جانب المؤسسات الصحافية مع هذه التحولات هناك تحولات في سوق الإعلان هناك تحولات في أسواق الطباعة هناك جزء من هذه التحولات أيضا أو التحديات هو التوجه بشكل عام إلى النشر الإلكتروني أو القارئ اللي بيعتمد على الأدوات الإلكترونية لكن هذا لا يعني انتهاء مهنة الصحافة أو مهمتها لا على الإطلاق لكن أنا بسأل على الصحافة المكتوبة يعني زي ما قلت لحضرتك لو رجعنا إلى المؤشرات مؤشرات التوزيع المؤشرات تقول أنه نفس نسب توزيع الجرائد كما هي الأهرام مثلا بالمقارنة بأي مرحلة طبعا لو احنا بنقارنها بمرحلة التسعينات أو ما قبل ذلك لا طبعا بالتأكيد حدث تغير لكن المؤشرات تقول أنه حجم التوزيع مازال كبير وبالتالي ده معناه أنه فيه قارئ فيه قارئ واسع ويعني فرصة كبيرة أيضا لمزيد من التوسع لأنه ربما التوزيع يعني قد لا يصل إلى كل نقطة في الأقاليم المصرية لكن بالتأكيد يعني الوصول إلى كل نقطة في الأقاليم المصرية بالتأكيد سيغير من حجم التوزيع لكن الحقائق التي يعني طلعت عليها أنه حجم التوزيع مازال كبير ومستقر أيضا وفي نفس الوقت طبعا بنتجه إلى التأقلم مع التحديات القائمة هل هذا يندرج فقط على الأهرام أم على بقية يعني في رأيي أنه ده ينطبق على الصحافة الورقية بشكل عام طبعا لا أعلم يعني الأرقام أو الأحصاءات يعني ما يقال مثلا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي اكتزبت كثير من الشباب على سبيل التحديد التجارب الكثيرة في ما يسمى بتكاء الاصطناعي مثلا كل هذا لم يؤثر على توزيع الصحف على المجالات لكن كجزء من محاولة تقليل هذا التأثير هو التوجه إلى النشر الإلكتروني وده اللي كنت أقصده بيه التأقلم مع هذه التحديات التوسع في المنصات الإلكترونية سواء المواقع الإلكترونية الخبرية أو التحليلية أو التوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لأنه جزء من القارئ جزء من أو نسبة من القراء للمواقع الإلكترونية بتأتي من خلال السوشيال ميديا يعني منصات السوشيال ميديا لا تقدم الخبر أو لا تقدم التحليل كاملا على منصات السوشيال ميديا لكن هي بتحاول الوصول إلى القارئ وتقدم له فرصة أكبر للوصول إلى المادة المنشورة على المواقع الإلكترونية الخبرية أو المتخصصة فبالتالي ده جزء من تأقلم الصحافة الورقية أو المؤسسات الصحفية أنشئنا الدقة يعني جزء من عملية التأقلم أو الاستجابة للتحديات القائمة وده في النهاية بيخلق درجة من التكامل أيضا ما بين الورقي وما بين الإلكتروني لأنه على سبيل المثال لو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أقدر أوصل للمواقع الإلكتروني للأهرام وأقدر أوصل أيضا لجرنان الأهرام المنشور أو المطبوعة لأنه موجود برضو أيضا يعني بأشكال أو بطريقة مختلفة موجودة على المنصات الإلكترونية لكن كل ده بيقول أنه الصحف أو المهنة الصحافة أو صناعة الصحافة مازال يعني فرصها في البقاء نحن لا نتحدث عن تحدي بقاء أو تحدي وجود نحن نتحدث عن التأقلم مع التحديات القائمة ونفس الاستجابة أو التعامل مع التحديات فيما يتعلق أيضا بالموارد المالية ليس فقط فيما يتعلق بشكل الخدمة الصحفية اللي بتقدمها المؤسسات الصحفية للجمهور أو للقارئ لكن أيضا هناك تأقلم فيما يتعلق بالموارد المالية لأنه هيكل المالية أو الموازنات أو مصادر الدخل أيضا بتتغير يعني كان هناك اعتماد على أنماط معينة أو أشكال معينة للدخل عليها أن تتغير بتتغير طبعا وبنجري عملية تأقلم أو استجابة مع التحديات طب دكتور اللي بيتتبع تاريخ الوسائل الأعلامية بنجد أنه ليست هناك وسيلة بتقتل من قبلها يعني كان فيه صحف ثم ظهرت الإزاعة ثم ظهرت التليفزيون الراديو ثم الآن طبعا دلوقتي المسألة اختلفت وهناك اختراعات كثيرة لكن المتتبع لهذا التاريخ بيجد أنه ليست هناك وسيلة إعلامية بتقضي على من قبلها لكن بيحصل نوع من الدمج ونوع من التطور السنائي يعني صحيح هي دي الفلسفة اللي يجب أن ننطلق منها في التعامل مع الإعلام والصحافة يعني على سبيل المثال عندما ظهرت التليفزيون كان الفكرة المطروحة أنا ذاكي يعني أنه الراديو انتهى لكن ما حدث أنه مزال الراديو قائم بل بالعكس بيشهل رواج ومزال التليفزيون قائم نفس الأمر فيما تعلق بالصحافة كان الشكل الرئيسي هو الصحافة المكتوبة ثم تحولنا إلى يعني صحافة إلكترونية وبالتالي ظهر جدال أو سجال يعني هل الصحافة الورقية انتهت لكن في الحقيقة طبعا أنا مقتنع تماما بأنه التكامل سيظل قائم لكن العبقرية هي في فلسفة بناء هذا التكامل ما بين هناك مؤسسات صحفية كثيرة في العالم واجهة هذا التحدي بشكل مبكر وتحولوا إلى يعني النشر الإلكتروني ثم عادوا مرة أخرى إلى حتى بعض المؤسسات عادت مرة أخرى إلى يعني استئناف الصحافة الورقية فبالتالي في رأيي أنه أكبر خطر أن ننطلق من أن الصحافة الورقية انتهت لأنه هذا سيسرع ليس فقط بانتهاء الصحافة الورقية وهذا يعني في رأيي غير مطروح أو غير قائم لكن أيضا سدفعنا إلى الخطأ في التعامل مع مهنة عظيمة زي مهنة الصحافة سواء في شكلها الورقي أو في شكلها الالتالي ولها تاريخ ولها والأجيال الجديدة يعني لديها القدرة في رأيي لأنها تمتلك مهارات يعني واسعة وفي رأيي سيقوده عملية هذه العملية التأقلم أو عملية التكامل التي تجري بالفعل يعني ليس الآن لكن منذ سنوات هناك عملية التأقلم ويعني تجري بشكل منظم سواء فيما يتعلق بوسائل وأشكال النشر أو فيما يتعلق بمصادر التمويل إلى آخره عملية التأقلم بدأت بالفعل وأعتقد أنها ستسير بشكل أكثر سرعة في المرحلة المقبلة الدكتور محمد فايس فرحات شكرا جزيلا لحضر شكرا جزيلا في الختام أشكر ضيفي الكاتب الكبير الدكتور محمد فايس فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر